اشتركوا في القناة دولة قطر تدعو لانهاء الحروب والنزاعات وتكاثف الجهود من اجل تحقيق الامن الجماعي المشترك ايران تلوح بالخطوة الرابعة لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي والدول الاوروبية تدعوها الى التهدئة وعدم التصعيد والحرب في ليبيا تدخل شهرها السادس والحكومة الشرعية تتقدم في الجبهات الجنوبية من العاصمة طرابلس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دراسات الخليج في جامعة قطر دكتور اهلا وسهلا وسعداء بوجودك معنا طرح الله فيك كذلك الترحيم مستمر الى السيد عبدالعزيز آل اسحاق وهو الكاتب والمحلل السياسي بسعود يا مرحبا وايضا سعداء بوجودك معنا مرحبا فيك تكوار بجميع المشاهدين حياكم الله لكن دعونا مشاهدين قبل بداية الحوار ننتقل معكم الى هذا التقرير طبعا هذا التقرير صلت الضوء على التطورات الاقليمية الاخيرة من خلال استهداف المنشآت النفطية في شرقي السعودية طبعا دولة قطر بدورها ادانت استهداف المنشآت الحيوية والمدنية ودعت لتكاتف الجهود من اجل تحقيق الامن الجماعي المشترك دعونا اولا نشاهد هذا التقرير ثم العودة لبداية الحوار دان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الهجمات على المرافق الحيوية والمدنية واخرها الابقيق السعودية التي تعرضت منشآت نفطية تابعة لشركة ارامكو فيها لهجوم وشدد سعادته في تغريدة له على تويتر على ضرورة ان تتكاتف الجهود لتحقيق الامن الجماعي المشترك في المنطقة وكانت وزارة الداخلية السعودية اعلنت استهداف معملين تابعين لشركة ارامكو بمحافظة بجيك وهجرة خريص شرقية البلاد بطائرات مسيرة فيما كشف الحوثيون في بيان عن مسؤوليتهم عما وصفوها باكبر عملية في العمق السعودي للطيران المسير وقالت وزارة الداخلية السعودية ان فرق الامن الصناعي في ارامكو تمكنت من السيطرة على حريقين دلعا بالمعملين التابعين لشركة اثر استهدافهما بطائرات دون طيار وقد باشرت الجهات المختصة التحقيقة في الاستهداف واوقف الهجوم على بيكيك وخريص نحو خمسة ملايين وسبعمائة الف برميل من انتاج المملكة العربية السعودية من النفط ما يعادل نحو خمسين في المئة من مجموع انتاجها اليومي ولم يعطي المسؤولون السعوديون جدولا زمنيا لعودة الامدادات بشكل كامل الا ان وكالة رويترز قالت ان عودة طاقة امدادات النفط السعودية بشكل كامل قد تستغرق اسابيع وليس اياما فيما ذكر موقع بلومبيرغ ان الجغرافية السياسية في منطقة الشرق الاوسط تلعب دورا انتقاميا على سوق النفط وان الهجوم استهدف قلب البنية التحتية لانتاج وتصدير النفط في المملكة واكبر معمل لتكرير النفط بالعالم حياكم الله مشاهدين الكرام اذا وكما تابعنا طبعا السيد عبدالعزيز هذا التقرير دولة قطر ومن خلال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ادان الهجمات على المرافق والمنشآت الحيوية والمدنية واخرها استهداف منشآت النفط في شرقي المملكة هنا كيف تابعت ردة فعل السياسة الخارجية لدولة قطر رقم وجود خلافات سياسية مع المملكة العربية السعودية اعتقد ان الرد الدبلوماسي القطري جاء في مستوى الخطة المستقيم للسياسة القطرية الذي يسير بشكل واضح وشفاف في اعتى الظروف وفي اشد المواقف الا ان مواقف الدبلوماسية القطرية واضح ومتوقعة يعني غير متوقع هو ان لا تدين قطر مثل هذا العمل لكن ما حدث هو الامر المتوقع ولذلك يجب ان نوضح ليس فقط للناس في قطر وليس في دول الخريج لكن في كل البطن العربي على الاقل اننا يجب ان نفصل بين اكثر من امر في هذا البيان اولا يجب يعني دعنا نبسطها بطريقة الاسئلة للناس هل نحن سعداء بهذا الهجوم لاننا تحت الحصار لا هل نحن نتفق مع هذا الهجوم لا هل نحن نعتقد ان هذا الهجوم يرتبط بالحصار وبالتالي يحقق نوعا من التشفي في الاخوة لدى ما يحدث السعودية لا هل ندين مثل هذا الامر نعم ندين هذا الامر ومن قام به وكل من شارك فيه وكل من يؤيده هذا امر يتعلق بهذا الهجوم في منطقة في مربع منفصل تماما هل نحن في حصار نعم هل نحن في ازمة خليجية نعم لكن ابدا لا نربط هذا بذاك هذه الاعمال هذه الخلافات تحلف البيت الخليجي لكن الاعتداء على اي دولة خليجية وتهديد السلم والاستقرار في منطقة الخليج هو تهديد لكل دول الخليج لا نقبل لا طرف اقليمي ولا طرف دولي ولا جماعات ان تقوم بمثل هذه العمل ولا ان تقوم لا دول ولا جماعات بدعم مثل هذه العمل يجب ان نكون واضحين في الفصل بين اي امر يهدد امنة والاستقرار الخليجي وحتى مواردنا كشعوب خليجية ومستقبلنا لاننا فعليا عندما نهدد امدادات النفط في منطقة الخليج من يهدد اليوم امدادات النفط السعودية فانه يهدد فعليا امدادات النفط في كل خليج وهي مصدر الدخل القومي لكل دول خليج الاساسي ومتالي هو يهدد مقدرات هذه الشعوب لهذا هي مرفوضة بغض النظر عن الحالة السياسية والخلافة الموجودة في منطقة الخليج اذا يجب الفصل دكتور محجوب بين الخلافات السياسية من جهة وايضا اليدانة لمثل هذه الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية وايضا الحيوية والتي بالتالي تعود لمنفعة الشعوب في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم رقم الخلافات السياسية في منطقتنا الا ان هذا العمل يعتبر طبعا خارج عن اخلاقيات الازمات والحروب سواء كان في المملكة العربية السعودية او حتى ما يحدث في اليمن الان الى شك ان هناك مطلوب من قبل صناع القرار اعادة الحسابات وتحقيق الامن والاستقرار المشترك اليوم لما نبدأ بان هذه الازمات وصلت الى ما نحن اليوم وصلنا اليه لذلك هل نعتقد او نرى مستقبلا بان لقة العقل لقة المنطق ستعود من جديد دعيني في البداية اذكر بانه الرد القطري على ما حصل في ارامكو كان منسجما مع خط السياسة الخارجية القطرية طوال العقود الماضية وهو ان السياسة الخارجية القطرية ترفض الاعتداءات التي تمس المرافق الحيوية والتي تمس حياة الناس بالمحاصلة ومقدرات المجتمعات مثل هذا الموقف فيه ايضا مستوى من الرشاقة الدبلوماسية في التحرق نحو منطق الخروج من الازمات الى منطق اخر وهو عدم السماح للازمات بالتوسع لانه البيئة الحاضنة لمثل هذه الهجمات ولمثل هذه الاخطار هي وجود بيئة ازمات اذا حتى نواجه مثل هذه الافعال وتقرارها علينا ان نفقك هذه الازمات ونحاول ان نفعل ما في وسعنا للتخفيف من حدث هذه الازمات والطريق الصواب والطريق هو اعادة قراءة المشهد من جديد محاولة النظر الى المصالح الجماعية التي تربط الجميع الاستقرار مطلب للجميع الامن مطلب للجميع المحافظة على الموارد الطبيعية مطلب للجميع المحافظة على علاقات متوازنة مطلب للجميع حلل أي نوع من الخلافات قابل بالطرق الدبلوماسية العودة إلى منطق أساسي أن الأمن والاستقرار هو مطلب للجميع وهو مطلب للشعوب كما هو للحكومات وهذا الأمر الذي يجب العمل عليه ويجب التركيز عليه نعم سيد عبدالعزي طبعا جماعة الحوثي في هذا الجانب أعلنت المسؤولية كما هو متعارف عليه من قبل جميع وسائل الإعلام سواء كانت الإقليمية أو حتى الدولية ولكن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تقول ما زلنا غير مقتنعين بأن الطائرات المسيرة انطلقت من اليمن هناك صواريخ وصلت إلى الجهة الشرقية للمملكة العربية السعودية في المقابل العراق نفى ذلك وأيضا إيران نفى ذلك معنى ذلك أننا نرى بوادر أزمة أخرى تتسع في منطقة وطبعا المنطقة لا تتحمل أكثر مما هي عليه سؤالي ليس عن تحمل المنطقة من صراعات أبدا لكن ما هو السبيل في تجنب هذه الصراعات برأيك المشكلة الحقيقية دكتورة الآن أن التفكير منصب في كيفية الرد على هذه الهجمات التفكير الآخر منصب في كيفية منع تكرار هذه الهجمات وهذه هي المصيبة الحقيقية أن التفكير اليوم تقريبا يتحدث وحتى تصريحات المسؤولين في كل الأطراف معنية تسعى إلى عدم تكرار هذه الهجمات إذن فعليا هم لا يريدون إغلاق المصب الرئيسي الذي يتسبب في مثل هذه الهجمات إذا أردنا فعلا أن لا تتكرر مثل هذه الهجمات يجب أن نذهب إلى جذور المشكلة يجب كما قال الدكتور أن نفكك هذه المشكلة أن نتوصل إلى حل لا يمنع فقط مثل هذه الهجمات أن تتكرر ولكن يمنع أي تهديد تقوم به أي جماعة أو أي دولة مستقبلا لأي منطقة خليجية ولأي مدينة خليجية هذا هو الحل الصحيح الذي يجب اليوم أن نتفق أنه الحل الوحيد الذي يجب أن نذهب إليه جميعا حتى على الأقل نجنب المنطقة مزيدا من المشاكل مزيدا من الصواريخ مزيدا من الضحايا صحيح أن الخسائر المالية تكلف الدول وتؤثر على الشعوب لكن روح واحدة مقابل كل الأموال التي ربما تخسرها دولة في أسبوع أو شهر أو شهرين لا تتقارب طبعا لا تقدر بثمن لا نريد أن تصل المنطقة إلى مزيد من الخسائر في الأرواح الدكتور محجوب ما يدعونا طبعا للتوقف هو بيان مجلس الوزراء السعودي في أن استهداف المنشآت النفطية في محافظة بقيق وأيضا في هجرة خريص هو استهداف للاقتصاد العالمي وهي مسؤولية مشتركة نقف عند كلمة مسؤولية مشتركة لكن في المقابل رأينا الرئيس الأمريكي ذكر العالم بأننا ليسوا في حاجة لنفط وغاز الشرق الأوسط لأنهم أصبحوا أكبر منتج وهذه حقيقة يجب أن تذكر أكبر منتج للطاقة في العالم اليوم تبقى الولايات المتحدة الأمريكية كيف يفهم ذلك في سياقه السياسي برأيك؟ رغم التصريحات الرئيس الأمريكي حول عدم حاجة الولايات المتحدة إلى نفط الخليج لكن منطقة الخليج ستبقى مهمة استراتيجيا في الاقتصاد العالمي بغض النظر عن حجم أي خلافات تحصل في هذه المنطقة فالجغرافية السياسية للمنطقة غاية في الأهمية ومصادر الطاقة التي تزود بها لنتذكر إذا لم تكن الولايات المتحدة بحاجة للطاقة من الخليج لمصادر الطاقة فهناك دول أخرى اقتصادها يعتمد على الطاقة كالصين واليابان ودول أوروبية كثيرة الآن تفكر بإعادة حساباتها في السبع القليل القادم من حين عودت السعودية للسوق بعبارة أوضح الحاجة للعالم كله للاقتصاد الخليجي وللنفط بشكل أساسي باقية وستبقى رغم وجود مصادر أخرى الأمر المهم في هذا السياق هو أنه كل أزمة تحصل في المنطقة مثلا غياب النفط الإيراني عن السوق أيضا يؤثر على سوق النفط وبالتالي هناك فرضية لو كانت إيران موجودة في السوق الآن ونفطها موجود لما انتفع البرينت إلى ما وصل إليه الآن 20% وهي أكبر نسبة من عام 91 تقريبا إذن بعبارة أخرى يعني لو كان هناك مستوى من التصالح في المنطقة ومستوى من الحرص على الأمن الجماعي وفي نفس الوقت تخفيف حدة التحريط ضد الآخرين وتحريط الدول الكبرى ضد الآخرين لكانت هذه الأزمة قابلة للتهدي أو للحد منها بشكل كبير جدا موضوع مصادر الطاقة مسؤولة عن كثير من الصراعات في العالم لا نتذكر ما حصل بالثمانينيات في الحرب العراقي الإيراني ما حصل بالتسعينيات مع اجتياح العراقي الكويت فنحن أمام خطر يتحدد إذا لم يتم التعامل معه بمستوى عقلانية كبير هذا مفهوم دكتور عفو المقاطع هذا مفهوم دكتور بأن كل ما تحدث عنه يتقبله العقل والمنطق لكن غير مفهوم أننا نرى ازدواجية المعايير اليوم لما نرى البيت الأبيض يقف يقول نحن إلى جانب المملكة العربية السعودية وهو طبعا استهداف كما تحدث مجلس الوزراء السعودي هو استهداف للاقتصاد العالمي وليس لاغتصاد المملكة العربية السعودية لكن بعد ذلك يكون هناك لا أدري ازدواجية في المعايير تناقضات في التصريحات هو بالحقيقة ليس ازدواجية يعني نتذكر الولايات المتحدة في قراءتها للمشهد في المنطقة ليست الولايات المتحدة التي اعتدنا عليها بتسعينات القرن الماضي الولايات المتحدة منذ هجمات سبتمبر تغيرت في أدائها في السياسة الخارجية بشكل كبير وفي تعاطيها مع الأزمات هي لا تؤمن لا تؤمن الآن بأنها يجب أن تحارب بالنيابة عن أي دولة ولذلك لاحظنا تصريحات ترامب قال بأنه مستعدين للمساعدة ومقابل أن يدفع لنا وبالتالي هي عبارة وكأنها صفقة تجارية وأيضا هو عبر البساطة قال مسؤولية الدفاع السعودية عن أمنها هي مسؤولية سعودية الولايات المتحدة أنا لا أجد شيئا مستغربة في موقفها بالنظر لوجود الإدارة الحالية فهي إدارة لا تسعى إلى أن تكون حاضرة في أي مشهد فيه حرب أو مواجهة عسكرية تريد حل الملفات وتفكيكها بأقل ممكن من الخسائر البشرين لنتذكر ماذا بعد إسقاط الطائرة الدرون الأمريكي التي تكلفتها 150 مليون دولار لم يفعل شيئا الرئيس الأمريكي فما بالك بدول أخرى إذن أنا أعتقد ما فعله الرئيس الأمريكي هو عبارة عن نوع من تصريحات لغايات الإعلام بشكل أساسي ولغايات حفظ العلاقة والتكسب الانتخابي والتكسب الانتخابي بشكل أساسي ولحظنا في مهرجان انتخابي كيف ركز على هذا القضية بشكل أساسي لمدة حوالي 25 دقيقة وأعطاها كثير من الزخم ليكسب مزيد من الناخبين طبعا نبقى مع البيت الأبيض سيد عبد العزيز الغير مفهوم كما تحدث طبعا الدكتور محجوب هو حجم التناقضات التي أتت في سياق هذا الاستهداف اليوم الرئيس الأمريكي ينتظر طبعا هو قال أنتظر التقارير تأتي من المملكة العربية السعودية بشأن المسؤول عن تلك الهجمات في منشآة النفط في هذا الوقت تقارير تخرج من هنا وهناك من الولايات المتحدة من الدول الغربية بأن مستحيل بأن جماعة الحوثي تستطيع اطلاق هذه الطائرات المسيرة أو حتى الصواريخ على مسافة تبعد من الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية واليمن إلى المحافظة الشرقية في المملكة ما يقرب من ألف كيلو متر ولكن قال كما تحدث الدكتور لن نخذ حرب نحن سنساعد المملكة العربية السعودية ولكن تبقى التكلفة وتبقى الحرب الرئيسية على عاتق المملكة العربية السعودية لماذا لا نستطيع كعرب هذا السؤال موجه وأنت عربي وأيضا الدكتور محجوب وكل من يشاهدنا اليوم لم يكن عربي فهو يجيد اللغة العربية لماذا لا نستطيع أن نفرق ما بين الشريك وبين الحليفي مثل هذه المواقف إذا تذكر بداية عهد الرئيس الأمريكي دولد ترامب كنا نتحدث كثيرا عن أن رجل أعمال موجود في البيت الأبيض والبعض اعتقد في ذلك الوقت أننا نبالغ أو نصور الرجل بما ليس فيه الحقيقة أن المواقف حتى اليوم أثبتت أن الرجل يدير البيت الأبيض بلغة الأرقام يدير السياسة الخارجية بلغة المصالح وهذا حق مشروع له كرئيس يسعى للفوز بأصوات جديدة في الانتخابات القادمة يرى أن هذه الطريقة المناسبة لإدارة السياسة الخارجية لبلاده لكن ما غير الصحيح هو الطريقة التي نتقبل فيها إدارة الرجل لسياسته الخارجية بسياسة المصالح ونتقبل أن يدير هذه المصالح في منطقتنا بهذه الطريقة دولد ترامب في كل الأزمات وبالمناسبة حتى قبل البرنامج تقريبا بنصف ساعة أكد أننا لن نقوم بأي عمل عسكري ضد إيران ردا على هذه الهجمات وهذا دليل قوة الولايات المتحدة بأنها لن تقوم بالرد على إيران كيف يفهم ذلك؟ رجل قادر أن يبيع الكلام بسهولة وفي كل يوم يبيع المزيد من الكلام يكسب المزيد من الناخبين هو يتعامل بلغة الأرقام تريدون مزيد من الحماية تريدون معرفة الذي يقوم بمثل هذه الأمور نقدم لكم الخبرات الأجهزة المعدات مقابل الأموال تريدون أن نساعدكم بما لا يكلفنا المزيد من الأرواح والأموال مستعدون لذلك ولكن ما كنت تدفع عليه دولار في العام الماضي عليك أن تدفع عليه اليوم عشر دولارات لأنك اليوم بحاجة أكثر لهذه الخدمة مما كنت عليه قبل عام لهذا اليوم التشكيك في ليس دونالد ترامب فقط التشكيك في الحضور الأمريكي في هذه الأزمات يبدو ظاهرا في كثير من المواقف بناء على سؤال شهير من المستفيد أبقى معك سيد عبد العزيز لكن البعض يقول بأن هذه سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الفرق اليوم ما بين ترامب وأوباما ترامب وبيل كلينتون ترامب وجورج بوش الأب أو حتى الأب أن هذا الرجل أصبح يظهر كل ما كان تحت الطاولة إلى فوق الطاولة فقط هذا الموضوع هذا الظاهر لكن الرجل فعليا يظهر كل ما يريد بيعه على الشاشات على الشاشات وكل ما يريد فعله في الغرف المغلقة وهذا ما يحدث كم مرة صرح ترامب بشيء وفعل عكسه في اليوم التالي كم مرة عقد اجتماعات مع أشخاص وأعلن خلال الاجتماع عن مجموعة من الإجراءات عن مجموعة من الأمور وذهب فورا في اليوم التالي وأعلن إجراءات حقيقية تخالف ما قال إذن ما يحدث على الشاشة مختلف تماما عن ما يحدث على الواقع عين مجموعة من الصقور منذ أن دخل البيت الأبيض وبمجرد أن يختلف الصقور معه في مواقع معينة قد تكلف الولايات المتحدة المال فأنه يغير هؤلاء معنا ذلك إنه حذر فورا حذر لأن الرجل يتعامل بلغة الأرقام و لغة المال لهذا هو ناجح حتى الآن في أن يطبق ما يريد وهذا النجاح ليس فقط لأنه ناجح بل لأن الفعل المضاد لما يقوم به للأسف غير مطابق أو غير أو هو ليس في نفس المستوى يجب أن نرفض مثل هذه التصرفات لهذا اليوم ترامب مثلا يواجه مشكلة كبيرة مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ سياساته على الاتحاد الأوروبي في ترويج الكلام الذي يطرحه على دول الجانب الاقتصادي في الجانب الاقتصادي و حتى في الجانب السياسي في بعض القضايا السياسية لأن أوروبا لا تريد أن تصل مثل هذه الرسائل إلى منطقتها و حتى بريطانيا عندما أراد رئيس الوزراء بريطاني الحالي أن يتحدث بلغة ترامب فورا قام البرلمان بإغلاق كل المنافذ التي يمكن أن تنقل التجربة الترامبية إلى لندن سيد دكتور محمد لتذكر تقييمنا للموقف الأمريكي عندما استهدف خط النفط السعودي قبل حوالي شهرين أو ثلاثة شرق غرب ماذا كان الرد الأمريكي؟ كان الرد الأمريكي إرسال 500 جندي إلى القاعدة العسكرية للأمير سلطان في الخرج و كان هذا الرد المسؤول عنه ليس الرئيس كان المسؤول عن هذا المؤسسة العسكرية و وزارة الدفاع بمعنى آخر المؤسسات الرسمية لولايات المتحدة التي ترى بأنه من مصلحتها أن تحافظ على علاقة مع من تسميم حلفائها ذلك الرئيس فيما يفعله الآن العمليا لماذا لا يريد الحرب؟ لأنه وصلته تقييمات عسكرية من أنه لا يمكن ضمان نتائج أي عملية عسكرية أمس أحد التقارير التي قدمت له أنه لا نضمن عدم وجود ضحايا نتيجة أي ضربة لإيران مهما كانت محدودة وبالتالي وجود كلمة ضحية أو قتيل أو هذا يفزع الرئيس الأمريكي ولذلك لاحظنا بأنه تراجع تماما في تصريحاته في الأربع عشر ساعة الماضي نعم يعني دكتورة تسمح لي أضيف شيء فضل ممكن تحدثت عن الشريك والحليف الحقيقة أننا مشغولين بفكرة من هو الشريك ومن هو الحليف فعليا لدينا في الوطن العربي ميزة غير موجودة في العالم وهي سيدة عبد العزيز الشقيق أقوى وأهم وأكبر من أي شريك ومن الحليف إذا فعلنا فكرة الشقيق التي جميعا نؤمن بها في الوطن العربي ونتحدث بها دائما حتى اليوم البيان القطري الذي صدر في حادث سعودية هو صدر بناء على أنهم أشقاء ليسوا حلفاء ولا جيران ولا شركاء لهذا لدينا في المنطقة العربية طريقة معينة يمكن أن نواجه فيها أي أزمات يمكن أن تعرضنا للخطر لو فعلا آمنا بفكرة الشقيقة التي نتحدث بها طوال فترة الأغاني والنشرات والأخبار العربية طبعا كل ما تطرقنا له كان يتعلق بما حدث مؤخرا لاستهداف المنشآة النفط في شرقي المملكة لكن أيضا لن نبتعد عن الخليج العربي نحن اليوم لدينا لا أستطيع أن أبالغ بعشرات الأزمات ولكنها أزمات أصبحت تضر كل الإقليم وأيضا تتوسع إلى الجانب الدولي طبعا نحن على موعد أيضا مع أزمة متداخلة مع الأزمات وهي الأزمة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية طبعا كل ذلك سيكون هو المحور التالي من حلقتنا لهذه الليلة لكن بعد الانتقال معكم دكتور محجوب وأيضا الأستاذ عبد العزيزي وأيضا أستاذ المشاهدين إلى تقرير آخر حيث ما زالت توتر بين إيران والولايات المتحدة هو سيد موقف طبعا إيران ذكرت قبل يومين أنها تستعد هذه الأيام للخطوة الرابعة من تقليل التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي طبعا الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب دعا إيران إلى العودة للاتفاق والالتزام بالتهديئة نشاهدوا معا هذا التقليل ثم العودة لاستكمال ما تبقى من برنامج الحقيقة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ما زال يلقي بظلاله على منطقة الشرق الأوسط فالخطوات التي يخطوها الجانبان تزيد من تعميق الأزمة وتجعل من إيجاد حلول للملف أمرا أكثر صعوبة فبعد أن شرعت إيران في تطبيق الخطوة الثالثة من تقليل التزاماتها النووية أكدت طهران أيضا أن المسؤولين الإيرانيين على جميع المستويات لن يتحدثوا مطلقا مع المسؤولين الأمريكيين لم تغلق إيران الباب بشكل كامل أمام المفاوضات بشأن برنامجها النووي بل إنها رأت أن أي مباحثات مع واشنطن لن تكون مباشرة وإنما ضمن مباحثات متعددة الأطراف بين إيران وباقي أعضاء الاتفاق النووي وثات الخطوة الإيرانية هذه بعد نشر بعض وسائل الإعلام تقارير قالت فيها إن من المتوقع أن يجري الرئيس الإيراني ونظيره الأمريكي لقاء ثنائيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد على هذه التساؤلات مؤكدا أن الاحتمالات واردة لعقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني لكنه لا يفضل ذلك روحاني وفي آخر تعليق على المفاوضات أكد أن طهران لن تجري حوارا مباشرا مع واشنطن في ظل استمرار العقوبات التي تشكل أدى تضغط على بلاده وفيما تستعد الطهران إلى تطبيق الخطوط الرابعة من تقلص التزاماتها النووية دخلت ألمانيا على خط محاولة إنقاذ الموقف فدعت المستشارة الألمانية إلى العودة إلى اتفاق دولي يضع قيودا على أنشطة إيران النووية باعتباره السبيل الوحيد للنزعفة للتوتر في الشرق الأوسط كما دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك إلى وقف التصعيد والتوتر واستئناف الحوار واعتبرت الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015 أن الأخطار كبيرة إلى درجة تجعلنا الضروري أن تلتزم كل الأطراف المعنية بالتهدئة وتفكر في التداعيات المحتملة لأفعالها أزمة متعددة الأبعاد والأطراف مستمرة بالتفاقم في ظل التصلب في المواقف والتدخلات الخارجية التي تدفع في كثير من الأحيان نحو التصعيد تصعيد قد تدفع المنطقة بأسرها ثمنه في حال وصل إلى مرحلة أبعد من حرب التصريحات والعقوبات الاقتصادية حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد إذن دكتور محجوب طبعا تابعنا هذا التغرير وكأنه مكمل لما كنا نتحدث عنه وهي تبعات الأزمة بين إيران والوليات المتحدة طبعا شروط كل منهم من أجل بدء في عملية التفاوض إيران تشترط أولا عودة الولايات المتحدة لبنود الاتفاق النووي الولايات المتحدة كما شاهدنا في الأيام القليلة الماضية ترفض التعاون مع إيران في ظل الأوضاع الحالية الآن ماذا بعد في ظل تمسك كل طرف بموقفه؟ أولا نلاحظ تردد كبير في موقف الإدارة الأمريكية فالإدارة الأمريكية هذه التي انسحبت من الاتفاق النووي عادت لتمدح إيران وتتحدث عن إيران بطريقة إيجابية وأنها مستعدة لأن تتعامل مع إيران بطريقة إيجابية أصبحنا لا نفهم ثم عادت وقلبت ظهر المجن على إيران ولكنها بنفس الوقت فتحت حوارا مع الأوروبيين ما هو موجود على الطاور الآن بين طهران وواشنطن ما يلي أن الفرنسيون قالوا بأنه نريد تقديم دعما ماليا لإيران 15 مليار دولار وهي عبارة عن مجموع بيع النفط الإيراني لثمان دول خلال أربع شهور وثمان دول معروفة التي ممنحت ما يسمى بحق الاستثناءات الآن هذه الدول إيران تريد من ذلك أن عودة للسوق النفطي وعودة بالسوق النفطي في حد ذلك وهذا يرضيها لهذه المدة أمرا في تحقيق نوع من الانفراجة في الأزمة هذا من جانب فرنسا الآن هناك حديث أن الفرنسيين لا يريدوا العمل لوحدهم يريدوا العمل مع واشنطن وهناك حديث أيضا عن طرف ثالث سيريدون العمل معه في موضوع الوساطة فيما يتعلق بإيران وبالتالي هناك جهد واضح لمحاولة تكسير الأزمة إلى حد كبير لأنه في داخل المؤسسة الأمريكية قناعة أنه الصدام مع إيران ليس محسوب العواقب ومكلف جدا للمم المنطقة فيما يتعلق بإيران إيران تريد كل الكلام الذي يصدر من تصريحات المطلوب أو الهدف منه رفع سقف التفاوض مع واشنطن بعبارة أخرى يريدوا قول لواشنطن نريد الحديث لكن بسقف أعلى نريد طلبات أكتر حتى نعود فيها للرأي العام ونقول بأننا حققنا إنجاز وبالتالي أنا التحليل الشخصي أن ارتفاع سقف التصريحات وعدائيتها إلى حد ما لا يعني بالضرورة قطيعة بعكس ما هو تحسين الموقف في التفاوض للطرفين كبيئة وبالتالي أنا لا أستغرب ولا أستغرب إذا ما عقد اجتماع في نيويورك بين الطرفين رغم كل هذه الحملة الإعلامية بين الطرفين لأنه بالمحصلة كلا الطرفين يريد أن يتحدث للآخر ويعتقد لنتذكر لأنه حديثه مع الآخر يحق لهم فراجات في مستفى ملفات أخرى إيران تعتقد بأنه عندما تتحدث إلى الولايات المتحدي إنما تقول لخصومها الأقليميين نحن نلعب مع الكبار ونحقق رغم خصومنا معه دكتور أخطأت الولايات المتحدة بالخروج من هذا الاتفاق لا شك بأنه لم يكن قرارا محسوما ولم يكن قرارا مؤسساتيا كان قرارا فرديا الانسحاب من الاتفاق النووي ولم يكن قرارных مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية لأن الإتفاق أجمع عليه بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والخارجية هذا انسحاب تعلق بشخص ولذلك نجد أن بعض المؤسسات الأمريكية التي هي مثل الخارجية ووزارة الدفاع تحاول لملمة المشهد وتقليل أضرار الانسحاب لأنه فيه إجماع على أنه ضرب سمعة الولايات المتحدة وأعطيك مثالا رئيس كوريا الشمالية عندما قالوا له نبرئ باتفاق مع الولايات المتحدة ماذا قال لهم؟ قال لهم ما الذي يضمن لي ألا تفعلوا ما فعلته مع إيران وبالتالي هذا ضرب المصداقية الأمريكية بشكل كبير في أي اتفاق طبعا سيد عبد العزيز تبعات هذا التمسك أتى من خلال الحرب الكلامية الأخيرة بين الرئيس الأمريكي وأيضا الرئيس الإيراني الروحاني خصوصا مع اقتراب موعد الجمعية العامة للأمم المتحدة طبعا تحليل الدكتور محجوب أتى بأن هناك قد يكون هناك لقاء من خلال موعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أروقة مبنى الأمم المتحدة الآن عندما نقول من الذي في حاجة الآخر ومن هو المستفيد من إطالة أمد هذه الأزمة خصوصا أن هناك استحقاقات انتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عندما نسمع بأن هناك مؤسسات أمريكية تحاول أن تقلل هذا التصرف الفردي الذي جعل من الولايات المتحدة الأمريكية تخرج من هذا الاتفاق سؤال جميل من المستفيد لأن اليوم لو بدأنا بالتصريحات العدائية بين الولايات المتحدة وإيران الحقيقة كل طرف مستفيد من هذه التصريحات العدائية أولا في إيران المؤسسة العسكرية ومؤسسة الحكم تقوى أكثر وأكثر بكلما كانت تصريحاتها العدائية لها صوت أكبر وأعلى ضد الولايات المتحدة على المستوى الشعبي وبالنسبة للبيت الأبيض كلما كانت له تصريحات عدائية وتهديدات ضد إيران فأنه ينجح في تحقيق بعض الاستفادة تحديدا من منطقة الخليج ومن الدول التي تعادي إيران ثم يذهب إلى أوروبا ويتحدث بتصريحات مختلفة بأننا يمكن أن نتفاوض مع إيران أننا يمكن فهو يرضي كل الأطراف يرضي الأطراف المعادية لإيران ويرضي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في تصريحاته المخففة عن إيران هل يمكن أن ينتج عن هذه التصريحات لقاء اتفاق أو ما شابه؟ أنا أعتقد أن هناك خيار أول وخيار ثاني الخيار الأول وهو الأقرب بالنسبة لي أن كل طرف سيحاول أن تتواصل تصريحاته العدائية حتى تصل إلى الانتخابات الأمريكية يراهن الإيرانيون على أن دونالد ترامب لن يجدد له وبالتالي سيأتي رئيس آخر يصلح ما أفسده ترامب لذلك إيران تحاول إطالة؟ إطالة أمد الأزمة ترامب بالنسبة له هناك أمور حققها ولا يزال يريد تحقيقها داخل الولايات المتحدة أكثر نجاعة بالنسبة له على المستوى الانتخابي من أن يهدد إيران أو يضرب إيران لأن المواطن الأمريكي اليوم تشغله قضايا التأمين والصحة وغيرها أكثر من قضية الاتفاق النووي مع إيران لهذا يريد أن يحقق كل ذلك فإن جاءت الانتخابات ووجد نفسه أنه فعلا يمكن أن يحقق ضربة انتخابية بأزمة شاملة مع إيران سيفعل ذلك طالما أن هذا الأمر لا يفيده انتخابيا الآن فلن يحدث أي شيء لو جدد لترامب هنا يمكن القول أن كل طرف سيذهب في اتجاه إما معادي حقيقي وتنتج عن ذلك أزمة حقيقية هناك أربع سنوات أو أن يذهب الطرفان بتنازل إما أن تتنازل الولايات المتحدة أو أن تتنازل إيران وهذا الأقرب لأنها تعلم أن ترامب سيبقى في البيت الأبيض لأربع سنوات إضافية لكن اليوم رغم كل ما قلناه الآن وبعد كل ما شاهدناه من ترامب خلال السنوات الماضية هل يمكن أن يتراجع عن هذا القرار الفردي ويصرح غدا أنه سيعود إلى الاتفاق النهوي؟ ممكن بناء على ما شاهدناه بناء على أنه هدد بضر كوريا الشمالية وفي اليوم التالي شاهدناه يصافح رئيس كوريا الشمالية ثم عاد إلى البيت الأبيض و أعلن عن مجموعة من العقوبات على كوريا الشمالية ثم بعد تقريبا أسبوعين ذهب لنفس الرجل و أكد أنه صديق و شخص منفتح و يرغب بأن يكون في سلام معه إذن هذه المواقف التي اتخذت بناء على قرار فردي يمكن أن يعيدها ترامب أيضا بقرار فردي مفاجأ و يمكن أن يرحل ترامب و تعيدها المؤسسات الأمريكية إلى المربع الأول و لكن بشكل يحفظ الصورة و الهيبة الأمريكية كل الخيارات مفتوحة لكن بالنسبة لي الآن إيران مستفيدة من هذه العدائية و الولايات المتحدة و ترامب تحديدا مستفيدة من هذه العدائية حتى موعد الانتخابات الأمريكية فاز ترامب تتراجع إيران خسر ترامب تنتصر إيران أنتقل اكتبا يعني أضيف إلى الرئيس الأمريكي توقعاته ليست كثيرة هو يريد اتفاق مع إيران جديد حتى لو تغير بعض الجمل بالاتفاق سيكفي له لأنه كانت مشكلته مع الاتفاق في حد ذاته أن وراءه براك أوباما و عنده عداء شخصي لبراك أوباما هو يريد أن يفشل أي شيء فعله براك أوباما لنظام التأمين الصحي و منه الاتفاق النور دائما يذكر هذا الرئيس دائما أصبح يشكل له نوع من البرانوية الشخصية ولذلك الآن هو يريد يأمل بأن الإيرانيين يعطوه عينا أنه دعونا نتحدث و نعدل فالاتفاق ما أمكن وأنا سأكون راضيا عن ذلك لنتذكر هذا الرئيس تخلص من أهم سقر جاء به في حرب بولتون وبالتالي لن يتردد في التخلص هو يريد أن يقول أنا الآمر الناهي صاحب الكلمة الأولى التي أقرر متى أكون سقر و متى أكون حماما كما يقال بس دكتور عفوان على المقاطعة اليوم سيد عبد العزيز ذكر بأن بإمكان اليوم يجلس على طاولة الحوار أمام الرئيس الإيراني لكن هذا يقلل من شأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل في المنظور القريب و نعلم بأن المنظور القريب قد يؤثر على المنظور البعيد لأن هناك انتخابات في نوفمبر في عام 2020 اليوم خطوط متفرعة في الماضي كنا نحلل العلوم السياسية أو الحدث السياسي بناء على المعطيات الإدارة الموجودة الأمريكية اليوم جعلت حتى المحللين حتى نظريات تختلف و أعتقد بأن هناك نظريات جديدة ستخرج في العلوم السياسية و السبب الرئيسي في ذلك هو تواجد هذا الرجل في البيت الأبيض على المنظور القريب على مدى المنظور القريب ما الذي يمكن أن نرى من هذا الرجل أنت تحدثت أن هذا الرجل تخلى عن بولتن و هو من أكثر الناس إصرارا على الرئيس الأمريكي في إيجاد ضربة قوية و إيران قالت كلمة اليوم بأن أي ضربة محدودة على إيران تعتبر بالنسبة لنا ضربة كبيرة و لن تتوقف مرة أخرى نحن نعود إلى فكرة أساسية هذا الرئيس يعتقد بأنه جاء بمجهوده الشخصي بماله هو يفتخر بأنه لم يموله في حملة الانتخابية أحد هو رئيس كما يقال بالعربية عصامي يعتبر نفسه و ليس خاضي عن الابتزاز أي حزب سياسي أو أي ضيار سياسي و لذلك هو الآن في مصالحه مع إيران واضح تماما يقول يعني أعطى الإيرانيين من حلاوة الكلام ما يجعلهم يرقصون و يغنون حضارة يستحقون حياة أفضل ولا تغيير نظام الشكم ولا تغيير النظام كررها أكثر من عشر مرات في ضرب أقل من أسبوعين بالتالي هو واضح تماما لا يريد صداما لا يريد تغييرا للنظام ولا يريد أيضا لا يريد أن يسمع كلام حلفاء له في المنطقة نريد التخلص من النظام و هذا كله يعطي الإيرانيين نوع من الثقة أكمل بهذا النقطة أخي محمد الإيرانيون ينسقون خطواتهم السياسية بناء على فهم طريقة تفكير ترامب و بالتالي حسموا مسألتهم في الفترات السابقة كانوا دائما يخشون أنه في مؤسسات في وزارة خارجية في ميسياعي اي في مجلس أمين قومي إلى غير ذلك الآن بالنسبة لهم عملية التنبؤ سهلة هذا الرئيس استطاعوا أن يدرسوا شخصيته طريقة اتخاذ القرار و بالتالي الآن أصبحت تصريحاتهم حد أكثر مع الولايات المتحدة بالمناسبة سيدة عبد العزيز أكثر من يدعو لتمسك طبعا هناك دول إقليمية تدعو إلى التمسك بالاتفاق النووي لكن أكثر من يدعو إلى التمسك في الجانب الدولي هي الدول الغربية و تحديدا الاتحاد الأوروبي فرنسا ألمانيا بريطانيا بحكم أن بريطانيا ما زارت في الاتحاد الأوروبي هنا ماذا يملك برأيك الاتحاد الأوروبي من أدوات من أجل إنقاذ هذا الاتفاق ذكر الدكتور محجوب قبل قليل بأن فرنسا بدأت بالحديث أن هناك 15 مليار دولار تعطى إلى إيران من أجل حسن نواية كما يقال بداية للتفاوض المباشر ما بين إيران وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية هناك ثلاث نقاط مهمة في لماذا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مصرورة على أن يكون الاتفاق النووي قائما بل ويتقدم هذا الاتفاق النووي ويصل لنتيجة نهائية وهي إلغاء كافة العقوبات على إيران أولا بالنسبة لألمانيا نعلم أن ألمانيا هي أكثر دولة تقريبا مستفيدة من الاقتصاد الإيراني من بيع معدات المحطات النووية الإيرانية إلى إيران صيانتها خبراتها هناك أكثر من 12 ألف ممثل تجاري ألماني في إيران يمثلون القطاع التجاري الألماني الخاص ولكن تتخيل حجم التجارة بين ألمانيا وإيران هذا بالنسبة لألمانيا ولهذا بالنسبة لألمانيا العملية اقتصادية تجارية بحتها بالنسبة لفرنسا وبريطانيا هناك تشدد مع ألمانيا أن لا تخضع منظومة الاتحاد الأوروبي لأهواء ترامب المتقلبة وأن لا يتعرض الاتحاد الأوروبي لمزيد من الأزمات هذا الموقف فرنسي هذا الموقف الأوروبي الموحد بأن لا يتعرض الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الأزمات من يقود هذا الموقف في أوروبا اليوم فرنسا شخصية ماكرون ربما هي الأقوى حاليا مع تراجع المستشارة الألمانية شخصية ماكرون هي الأقوى في الاتحاد الأوروبي اليوم التي يمكن أن تواجه شخصية ترامب لهذا لاحظنا مثلا أن ترامب يتنمر دائما على الرئيس الفرنسي دون أي رئيس آخر في الاتحاد الأوروبي يحاول دائما أن يصطدم مع فرنسا دون الاتحاد الأوروبي بالنسبة لبريطانيا فرنسا ألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي هي تسعى جاهدة ليس فقط للاتفاق النووي بل إلى نتيجة الاتفاق النووي نتيجة الاتفاق النووي رفع العقوبات كاملة عن إيران ليس فقط 15 مليار دولار و4 أشهر وإنما عودة كاملة لإيران إلى سوق النفط ما يباع اليوم بـ 60 أو 52 أو 55 سيباع غدا بـ 43 أو 36 عودة إيران الكاملة إلى سوق النفط معناها أن سوق النفط عادت له تعددية عدم الاعتماد على مصدر واحد وانخفاض كبير في الأسعار ولن يقول ترامب وقتها أننا أكبر مصدر للنفط ولا أكبر مالك للنفط لأننا حتى هذه التصريحات نعلم أن الولايات المتحدة كل ما تنتجه تقريبا تحتاجه إن أنتجته للاستخدام الداخلي ومع ذلك تحتاج لمزيد من الشراء لهذا المصالح المرتبطة بين إيران والاتحاد الأوروبي حاليا كبيرة ومستقبلا وهو ما يسعى له الاتحاد الأوروبي كبير لكن الولايات المتحدة لا تريد الحاق الضرر بإيران ولكن في فترة أوباما على الأقل وحتى ما قبل أوباما أيام بوش وبلير نجح بوش في ذلك الوقت أن يجعل الاتحاد الأوروبي كله كمنظومة في يد الولايات المتحدة نعم ضعف هذا الأمر في فترة أوباما لكن اليوم ترامب يريد أن يعيد فترة بوش وقدرته على السيطرة على العالم أجمع وخاصة الاتحاد الأوروبي وهذا ما لا يريد للأوروبيين أن يعودوا إليه بناء على تجاربهم مع الولايات المتحدة دكتور محجوب اليوم نرى دعوة إيران أو إعلان إيران بشكل واضح وصريح بأن الخطوة الرابعة مقبلة وهو عدم الالتزام باتفاق النووي وتابعنا طبعا ردة فعل الاتحاد الأوروبي الذي ندد بهذه الخطوات الولايات المتحدة أصبحت اليوم مع إيران تتواجد في منطقة حرب كلامية أخيرة حاصلة بين تلك الدولتين في المقابل هناك أعضاء في مجلس الكونغرس الأمريكي ذكر الرئاسة الأمريكية بأن الجهة الوحيدة بحسب الدستور الأمريكي الذي تخول الرئيس الأمريكي لإعلان الحرب على تلك الدولة أو هذه الدولة هو الدستور بحسب الدستور هو الكونغرس الأمريكي اليوم لما المواطن طبعا المواطن الأمريكي لعل الشأن الداخلي كما تحدث السيد عبدالعز هو من الأولويات لا ينظر كثيرا إلى المواضيع الإقليمية والدولية إن كان العالم برمته يعي جيدا بأن مسألة إعلان الحروب تأتي من الكونغرس فلماذا هذا التهديد وهذا الوعيد؟ أعتقد أولا دعني نقطة سريعة الأوروبيون لا يريدون مواجهة مع إيران لأنهم يخشون من فشل مزيد من الدول في المنطقة وبالتالي مزيد من أفواج اللاجئين وعدم استقرار السياسي ولذلك فكرة انهيار الدول مزعج للأوروبيين بشكل كبير كجغرافيا سياسية ولذلك يريدوا إبقاء على الدول ما أمكن لأن هذا يعني مزيد من اللجوء ومزيد من الأزمات الإنسانية الآن الرئيس الأمريكي يعرف تماما عبر المستشارية أن قرار الحرب الكونغرس معني به لكنه بنفس الوقت كما قلنا هذا الرئيس يتصرف بناء على قناعاته الشخصية وبناء على تقييمه الشخصي للموقف لن يتردد في الحديث عن الحرب ولن يطلب إذن الكونغرس في الحديث عن الحرب لكنه يعرف في نفس الوقت أنه سيكون هناك عليه مسؤولية قانونية إذا ما اتخذ قرارا بالحرب لذلك الكونغرس الآن يذكرونه أنه يعني مسؤولية بالدستور وأنه أنت تخالف الدستور إذا فعلت أي شيء والآن الديمقراطيون يتحدثون عن ما يسمى بالإمبيشمنت يعني قضية مسائلته كرئيس وعن كل ما يفعله مشروع قراره يعني مشروع قراره يتم الحديث فيه في الكونغرس الآن بشكل وبالتالي الرئيس أنا أعتقد بأنه يدير أزماته بطريقة يعني غاية في الحساب الدقيق بحيث يبقى هو سيد الموقف والقادر على التحرك الأمام أو الخلف بطريقة تضمن مصالحه الشخصية سيد عبدالزيز لتذكير فقط أيضا أنه ترامب لن يعلن الحرب على أحد لأنه يعلم أن القرار مرتبط بالكونغرس لكن الرئيس الأمريكي يملك قرار الرد على أي تهديد فعندما يتخذ ترامب قرار ضرب إيران لن يتخذه كقرار إعلان الحرب ولكن كقرار رد فعل ويحق للرئيس الأمريكي ذلك على أن يبلغ الكونغرس خلال 30 يوم بأسباب قيامه بهذا الفعل إذن يملك ترامب في أي لحظة أن يجعل الإيرانيين يخطيون نفس الخطأ بإسقاط طائرة ومن ثم يتخذ قرار الحرب كرد فعل وليس فعل هنا يجب أن نتوقف عند هذا المحور من أجل الانتقال إلى محور آخر من حلقتنا لهذه الليلة طبعا التطورات الأخيرة التي حدثت في ليبيا وتحديدا في جنوب العاصمة طرابلس هو الحرب المستمرة في شهرها السادس حتى الآن طبعا كل ذلك سيكون هو المحور المقبل بعد الانتقال معكم ضيوفنا وأيضا مع السادة المشاهدين إلى تقرير آخر يصل الطبعا الضوء على المعارك الدائرة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس طبعا تطورات العسكرية الأخيرة مكنت الحكومة الشرعية من بسط نفوذها على أجزاء واسعة في البلاد طبعا فيما تحاول قوات حفتر إعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها في هذه المواجهة دعونا نشاهد هذا التقرير ثم العودة لاستكمال ما تبقى من برنامج الحقيقة مع احتدام المعارك التي تدخل شهرها السادس أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايزا سراج في آخر لقاءاته مع كبار القادة العسكريين لقوات الوفاق وبعض القادة الميدانيين أكد سمود قوات حكومة الوفاق في ترابلس وتحقيقها انتصارات تمهد لنصر أوسع قريب تصريحات السراج تأتي بعد تطورات وصفت بالهم على ساحة المعركة حيث أكدت مصادر ميدانية مقتل ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في قوات حفتر الجمع الماضي جراء غارة جوية لقوات حكومة الوفاق فيما قال المجلس الرئاسي الليبي إن مجموعة مسلحة تتبع عملية الكرامة التابعة لقوات حفتر في مدينة ترهونة جنوب شرق ترابلس قامت بقتل وتصفية العشرات من أهالي المدينة وشنت حملة اعتقالات واسعة انتقاما لمقتل القادة العسكريين البارزين على صعيد آخر تعرض مطار معيتيقة لغارة جوية بعد ساعات من تعرضه لقصف من طائرة مسيرة تابعة لللواء المتقاعد خليفة حفتر كما أعلنت قيادة عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق استهداف قوات حفتر مطار معيتيقة بصواريخ جراء وضفت هذه المصادر أن قوات حكومة الوفاق صدت أيضا محاولة تسلل لقوات حفتر في محور الرملة بمحيط مطار ترابلس الدولي وتمكنت من أسر اثنين من المسلحين هذا وقد عربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من أن تغرق ليبيا في حرب أهلية ما لم يتم إيجاد مخرج للأزمة المتصاعدة فيما تقول آخر الإحصاءات الأممية أن المعارك أدت منذ إبريل الماضي إلى مقتل ألف شخص وأجبرت مئة وعشرين ألفا على مغادرة منازلهم حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد إذن سيد عبد العزيز طبعا تابعنا هذا التقرير الحرب في ليبيا تدخل شهرها السادس حتى الآن ومزالت المعارك مستمرة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وقوات الجنرال المتقاعد حفتر والذي وعد بأن هذه الحرب ستنتهي من خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أولا لماذا تأخر برأيك هذا الرجل وقوات هذا الرجل في حسم هذه المعركة فعليا كل تاريخ النزاعات السياسية وكل الحركات المسلحة في كل على الأقل التاريخ السياسي خلال مئة عام ماضية لم تحسم أي ميليشيا أي حرب الميليشيا مؤذية تقوم بعمليات تدخل معارك محدودة تسبب أضرار كبيرة أو صغيرة لكنها لا تحسم حرب ولا تسيطر على مدن ولا تفوز بمعركة تستنزف تستنزف الدولة وتلحق الضرار هنا وهناك لهذا ما يقوده حفتر هي فعليا ميليشيا هذه الميليشيا تقوم بعمليات محدودة ظن في لحظة من اللحظات أنه يمكن أن يسيطر على ليبيا من خلال العملية واحدة يسيطر فيها على طرابلوس وبالتالي تنتهي كل هذه الحرب وهو مخطئ وتقديراته خاطئة ومن يدعمه أكيد مخطئ لهذا اليوم هو لم يستطع لا التراجع ولا استطاع أن يكرر ما يفعله لأن الحكومة الشعرية لم تكتفي فقط بانسحابه أو بصده عن المدينة بل أصبحت في حالة ملاحقة هذه الميليشيا وهذه هي الورطة الحقيقية التي يقع ويعاني منها حفتر اليوم هنا دكتور تحدث سيد عبد العزيز بأن حتى من يدعم هذا الرجل أصبح اليوم اليوم لما نتحدث عن هذا الرجل والهدف الرئيسي منه هو السيطرة على العاصمة طرابلوس هو لا يستطيع كما تحدث سيد عبد العزيز الرجوع عن هذه الخطوة ولا حتى السيطرة على العاصمة طرابلوس لكن السؤال عن سر هذا الدعم الغير نظامي اليوم لما نتحدث عن ميليشيات معناته قوات غير نظامية ضد القوات الحكومية المعترف بها وهي حكومة الوفاق الوطنية الدعم يأتي من بعض الدول الإقليمية والمصيبة بأن هذا الرجل يستقبل في العواصم الإقليمية أو الدولية المؤثرة كباريس وأيضا واشنطن كيف يفهم هذا السلوك برأيك وأنت مدير مركز دراسات من خلال النظرة على نظام الدولي المتعارق عليه يجب أن نتذكر أن ظاهرة حفتر وظاهرة الموجودة الآن في جنوب اليمن مجلس الانتقالي كلها ظواهر مرتبطة بالثورة المضادة الأساسية ضد فكرة التغيير والربيع العربي بشكل عام وبالتالي ظاهرة حفتر ليست غريبة لها سياقة التي بدأ منذ عام 2011 جميع الذين يساندوه يريدون نمطا من الدولة يتناسب مع الوضع السابق ومعنى آخر دولة مستبدة لا تحترم حقوق الناس ولا تحترم حريات الناس إلى غير ذلك وبالتالي يستخدمون السبل وهي نسميهم بالعرف الأكاديمي نصر محمد لاعبين غير الحكومين الذين يسمون ميليشيات وقوة عسكرية وهؤلاء الميليشيا في العلم الأكاديمي يمكن أن يحققوا بعض الإنجازات ويستنزفوا دولا لكن كما تفضل أخي عبد العزيز لا يمكن أن ينجزوا مشروعا مهما كنتيجة لأنه بالمحصلة يحتاجون إلى دعم دولي واعتراف دولي هذا لم يحصل الحكومة الشرعية في ليبيا لديها إجماع دولي على أنها هي الحكومة الشرعية ينبغي دعمها لأولمتحدة تنتقد ما حصل وهناك أيضا أطراف إقليمية تحافظ على فكرة الدولة التي بدأت بعد التغير في ليبيا وهي الدولة التي تحاول أن تمسخ زمام الأمور واستقرار ليبيا بشكل أساسي لذلك لا يمكن مشروع هؤلاء الميليشيا أن ينجح بأي حال من الأحوال لأنه كما قلت اللاعب الدولي حاسم رغم ما تفضلت به من الاستقبال الذي حظي به في فرنسا وغيرها أعتقد أنه قدم لهم كأنه منقذ ويحاول فرض الاستقرار والأمن وعادة الدول الأوروبية بشكل عام حساسا لمسألة الأمن والاستقرار إذا قدم كثير من خاصة بعد الربيع العربي قدمت لهم أسماء على أساس أنهم سيفرضوا الأمن والاستقرار في المنطقة وثبت عكس ذلك تماما وبالتالي سرعان ما ينسحبون عن دعم هؤلاء الأطراف ولاحظنا الآن التراجع الذي يحصل مع حفتر واضح تماما يعكس تغيرا دوليا في دوره وإمكانية أن يقوم بتغيير على الأرض في ليبيا ولذلك التراجع العسكري والانتقاد وحتى موضوع انتهاكات حقوق الإنسان هناك الحكومة الشرعية الآن في ليبيا تأخذ الموضوع إلى مجلس الأمن ومحاكم الدولية هذا ما يثير بالتأكيد حفتر ومساندي وكأن النظام الدولي لا يأبه في مسألة حقوق الإنسان اليوم حديثك قبل قليل في قاية الأهمية وهو نظرة الاتحاد الأوروبي طبعا قضية المهاجرين قضية رئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ينظر من الذي يحمي الاتحاد الأوروبي ولا ينظر إلى الديمقراطية العربية لا شك لذلك أنا أعتقد أحد الأسباب التي جعلت الأوروبيين يعيدوا توازن موقفهم من ليبيا هو أن الحكومة الوفاق أكدت لهم على قضية بأنها يمكنها أن تضمن الحد من قضية الهجرة غير الشرعية لأوروبا لكن إذا أبقيتم إذا أبقيتم على دعمكم لحفتر فمن المرجح أنه سيصلكم حتى من ليبيا مهاجرين ولاجئين وبالتالي هذا الأمر الذي دفع فرنسا على سبيل المثال إلى التراجع إلى الخلف في مسألة دعمها النظرة البعيدة نعم هنا أتوقف سيد عبد العزيز عند حديث الدكتور محجوب عندما تحدث عن الأمم المتحدة التي لم ولن تعترف هذا متعرف عليه دوليا لن تعترف بالميليشيات الخارجة عن القانون اليوم سقوط أكثر من ألف شخص في ليبيا منذ بداية هذه المعارك من ستة شهر وأيضا أكثر من ثلاث تلاف مصاب بحسب منظمة الصحة العالمية في المقابل لا يوجد أفضل من التنديد ومن الاستنكار من قبل هذه المنظمة والتي عليها أدوار كبيرة كما هو متعارف عليها وهي الأمن والسلم الدوليين في كل أنحاء هذه الكرة الأرضية تعتقد ما الذي يمنع الأمم المتحدة اليوم من توجيه اتهام واضح وصريح بأن هذا الرجل ومن يدعم هذا الرجل يقوض الأمن والسلم على الأقل على الأقل في شمال إفريقيا أنا أعتقد أن العالم تغير كثيرا منذ 11 سبتمبر يجب علينا دائما أن نقول ما قبل 11 سبتمبر وما بعد 11 سبتمبر فعليا الأمم المتحدة من بعد 11 سبتمبر هي مجموعة منظمات متعددة الأفرع لتناول قضايا مختلفة تنظيمية تحول إلى جهاز إداري يدير مجموعة من القضايا الدولية ويحث الدول يحث الدول على اتخاذ إجراءات فيها لم تعد لهذه المنظمة لا سلطة في سياسية ولا قدرة على اتخاذ قرارات ولا حث الدول أيضا على اتخاذ مواقف حازمة في كثير من الأحيان هي المنظمة الآن أشبه بمنظمة إدارية تصدر بيانات وربما ساهم في ذلك في ذلك الوقت بانكيمون الذي عزز دور هذه المنظمة في أن تكون منظومة تصدر بيانات تنظم الاجتماعات الجامعية العمومية واجتماعات مجلس الأمن وتقوم فقط بخدمة الأعضاء وفق إطار مبنى الأمم الممتحدة فقط وشاهدنا كيف أن الأمم الممتحدة في كثير من النزاعات الدولية اختارت أشخاص محسوبين عليها ولكن فعليا بعد جرد دخول هؤلاء الممثلين إلى هذه الدول انكشف أن هؤلاء الممثلين محسوبين إما على النظام أو المعارضة حتى الممثلين الأمم المتحدة التي كانت تختارهم كانوا مثار شك وفعلا أثبتوا أن الشك هذا الصحيح لن تفعل الأمم المتحدة المطلوب الآن ليس دورا للولايات المتحدة وليس دورا للاتحاد الأوروبي فعليا لن يصدر لنا أي أحد أي مشروع ناجح إنما يأتي إنما يأتي من الداخل الداخل ليس ليبيا الداخل هو ما تحدثنا عنه الداخل هو الوطن العربي كما نريد أن نحل النزاع في اليمن علينا أن نحل النزاع في ليبيا كلما افتقد الوطن العربي قوة دولة فإنه يضعف أكثر وتصعب حل قضاياه مهما كانت صغيرة أو كبيرة دكتور محجوب يعني أعيد وأذكر يجب الحفاظ على فكرة الدولة ضمان فكرة الدولة في المحيط العربي ضرورة أساسي الأمن والاستقرار وبالتالي يجب عدم السماح لفكرة هذه الميليشيات أن تنتشر لأنها تشكل ظاهرة سلبية على فكرة الاستقرار في المنطقة بشكل عام ويجب اتخاذ موقف جماعي تماما كما رفض موضوع الهجوم على المرافق الحيوية في السعودي يجب أن يكون فيه إجماع بين الدول على رفض دور هؤلاء اللاعبين الذين يهددون أمن الاستقرار المصيبة دكتور قبل أن نختم المصيبة أن هناك دول تحارب الميليشيات وفي نفس الوقت تدعم الميليشيات الدول العربية طبعا هذا السلوك يصعب فهمه حتى الآن طبعا أنا أشكركم الدكتور محجوب الزويري وأنت مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر شكرا دكتور استفدنا منك الشيء الكثير وأيضا السيد عبد العزيز زارسحاق وأنت الكاتب والمحلل السياسي وسعود أيضا كالعادة استفدنا منكم الشيء الكثير شكرا جزيلا لكم ونتمنى المستقبل أن نراكم في برنامج الحقيقة شكرا طبعا شكرا مصول لكم مشاهدين الكرام ومستمعين في إذاعة قطر على كرم المتابعة طبعا إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الحقيقة في الختام لكم مني التحية والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله موسيقى اشتركوا في القناة